لا يخفى على الجميع أن الاتفاق السياسي وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه الاتفاق دوليا إلا أن بعض الدول والتي تعتبر اللاعب الأبرز في ليبيا كان له تدخل على الساحة الليبية سواء كان ذلك تدخل بشكله العسكري أم السياسي أو كليهما معا يعتبر الدور المصري هو الأبرز والأهم في المشهد الليبي فمصر وعلى الرغم من التصريحات العديدة والرسمية والتي تنادي بدعم الاتفاق السياسي وأن الحل سياسي فقط في ليبيا إلا أنها بحسب مراقبين تناقض نفسها عندما تدعم أحد أطراف الأزمة السياسية عسكريا ولوجستيا حيث أن دعم المصرية لحفتر هو محاولة لإنعاش اقتصاد مصر المنهر كما يقرأها بعض المحللين خاصة بعد رفع الدعم الخليجي والسعودي تحديدا عن مصر وبالتالي فإن دعم حفتر وفتح الترسانة العسكرية المصرية لن يمر بدون مقابل تسعى مصر للحصول عليه وهي تكهنات أثبتتها التصريحات الأخيرة حول بيع النفط الليبي لمصر وبالعملات المصرية بالاتجاه للجانب الآسيوي تركيا والتي تربطها مصالح اقتصادية في ليبيا رأت في دعمها للاتفاق السياسي فرصة لعودة مشاريعها المتعثرة والمتوقفة كما يقرأ البعض فتركيا ترى أن التدخل العسكرية في ليبيا وتقديم الدعم العسكري المباشر سيزيد من أمد الأزمة السياسية الليبيا وبالتالي فقدان الأمل لعودة المصالح الاقتصادية التركية في ليبيا هذا إذا لم يتم تعطيل أو إلغاء تلك المشاريع والعقود خاصة أن هناك طرف لا يرى في تركيا حليفا إقليميا لليبيا ويسعى إلى إخراجها من خارطة الأطماع الاقتصادية في ليبيا دولة الإمارات والتي دعمت في العلن الاتفاق السياسي كان له وجود أثبتته تسريبات قاعدة بنينة في دعم أحد أطراف النزاع السياسي في ليبيا والمتمثل في حفتر وبحسب تقارير صحفية لم تبخل على معسكر الكرام بالدعم العسكري من خلال قاعدة إماراتية على الأراضي الليبيا وتقديم الدعم اللوجستي لحفتر في المعركة التي يقودها في ليبيا دور يرى فيه البعض ازدواجية المواقف الإماراتي في سلمية حل الأزمة الليبية وتأجيجها عسكريا من ناحية أخرى مما ينذر بتأزم المشهد الليبي وضياع فرصة إيجاد حل حقيقي في المستقبل القريب دولة قطر هي الأخرى تلعب دورا مهما في المشهد الليبي فالعديد من الأطراف السياسية والعسكرية خاصة تلك المدعومة من دولتين الإمارات ومصر تعتبر الدورة القطرية في ليبيا دورا مشبوهة من خلال دعمها لجماعات تعتبرها إرهابية على حد وصفها وعلى الرغم من محاولات قطر الحثثة التواصل مع دول الجوار الليبي من أجل حل الأزمة السياسية الليبية وإعادة التوازن في المشهد السياسي الليبي إلا أن الأطراف التي تتبنى الخيار السياسي إدارة الأزمة الليبية لا ترى في الدبلوماسية بصفة عامة أو الجهود القطرية بصفة خاصة طريقة مجدية في إدارة الأزمة الليبية ومع هذه الأطراف يزداد عدد اللاعبين الدوليين الرئيسيين على الساحة الليبية من بينها الدور الفرنسي المصطف إضافة للدور الأمريكي فيما يتسرب بينهم لاعبون غير رئيسيين كما يصنفهم البعض كمن تسمي نفسها بالدولة الإسلامية إضافة لقوات العدل والمسوى يكون العام المقبل مثقلا بالاحتمالات في ظل تدخل كل هذه الأطراف